السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية. كنتمنى دائما يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وبصحة جيدة يا رب. ان شاء الله اليوم غير بدقيق الفينو بدون دقيق الابيض. هنحضروا قريشلات بلديين من السمين من الاد ما يكون بدون بيض بدون حليب ولا دقيق ابيض مكونات اقتصادية متوفرين في كل بيت. طريقة سهلة جدا ومبساطة. هتحصلوا على قريشلات من السمين من قرمشين لدادين مزاف ما تبعوش منهم. على بركة الله. فبسم الله على بركة الله. هنحتاج واحد الاناء او الاقترية. هنوضع فيها رشة من الملح. مع كاس الا ربع من الماء عادي مباشرة من الصنبور. ماشي دافي. كاس الا ربع من سكر حبيبات. مع ياغورت طبيعي بدون سكر وبدون نكهة. الوزن العلبة مية وعشرة جرام. هنحاول نخلط المكونات. مع بعض. نحن شوية. غير بالملعقة. من بعد غنضيف كاس الا ربع من زيت نباتية. مع ملعقة كبيرة من نافع. اي لي انسون. وممكن كذلك تضيفه ملعقة دي لحبة الهواء او للشمر. هنهي غنضيف كذلك اربع ملعق كبيرة من الزنجلان او للسمسم اللي حمرته واحد شوية. غنحتاج كذلك ملعقة كبيرة من الخل. غنخلطو هاد المكونات في المرحلة الاولى جيدا حتى ينساجموا مع بعض. وما كيبقاش الزيت هكا من عازل هكا في الجوانب. بضروري تخلطوه مزيان. باليد او لا بالطراب اليدوي اللي حبيته. ومن بعد غنبضف اضافة الدقيق. غنستعمل دقيق الفينو. او لا ما يسمى بالسميد الرطب. انا اضفت الكاس الاول. كنخلط بنفس طريقة. ومن بعد غنضيف الكاس الثاني. كل كاس كيهز 125 جرام. غنضيف كذلك خمرة واحدة من الوزن 8 جرام. وغنبدأ نخلط غير باليد. وانا كنضيف دقيق الفينو تدريجيا. عبرت معكم بالكاس باش نوضح لكم الكيمية بالكاس وكذلك هنقول لكم مش حال خدت ليها بالجرام. بالنسبة لهد القريش لاس ما غاديش نديرهم بدقيق الابيض نهائيا. غير بدقيق الفينو. هدا الكاس الثالث. كي يجيو صحيين وكي يجيو لدادين بسف حسن من ديال دقيق البيض. غير تابعوا معايا الطريقة باش ينجحوا معاكم. والان غنضيف الكاس الرابع. وانا كنجمع في العجينة ديالي دائما كنضيفوه بالتدريج. وكانت من غير تبعوا معايا الطريقة والمقادير. تبعوا معايا جميع المراحل باش ينجحوا معاكم. كي يجيو لدادين ومقرمشين. ما تشبعوش منهم. وكي يبقوا محافظين على القرمشة ديالهم مدة طويلة. هنا كما كتلاحظوا العجينة ديالي رابقة مرخوفة. غنجمعها بهذا الشكل هذا. وغنغطي عليها بواحد البلاستيك غدائي. وغنخليها ترتاح. واحد المدة ديال خمسة حتى ثمانية دقايق. عاد نرجع نكملها. هالطريقة هادي اه كتخلي دقيقة الفينو كي يشرب. وكي يرطاب معانا ما كيحتاج الجهد بزاف. من بعد مرور خمسة دقايق. رجعت للعجين ديالي كنلقاه تشرب. اه كي يجمع على صوحة شوية. ما كيبقاش مرخوف كي ما خليناه من الاول. وكي يكون هكا ارتب كي يسهل علينا في الخدمة. هناك ما كتلاحظو هاد الكاس الخامس ولكن ما غاديش نضيفو دفعة واحدة. نضيفو هكا تدريجيا وانا كي نعجن او لا كي نجمع. باش ننتحكم في القوام ونشوف واش باقي او باقي خصني نزيد. اه بالنسبة القوام ديالي عجين خاصة تكون شدة فراسها. ما كتلاحظو كنضيف داك الكاس الخامس وانا كنجمع. بالنسبة لي انا راني كملتو يعني درت خمسة ديالكووس. ممكن هاد الكاس الخامس تكمله كامل ممكن تكتفيو غير بالنصف دياله على حسب النوع ايه ديال الدقيق حيط هتا هي كتختلف. كي النوع اللي كي شرب السوائل بزاف وكي النوع ديال الدقيق اللي ما كي شربش بزاف. كي ما كتلاحظو انا يا كملت الكاس الخامس سنكتفي بهد القدر هذا. لاحظو معا يا راها عجين اللي هي رطبة. كتشكل بسهولة لا بغينا نشكلوها. ما تقصوهاش باش يجيوكم ما يجيوكم شقاص حين القريشلة ديالكم. كنشكل العجين ديالي على شكل دائرة بهاد الشكل باش نقسمها القطاع. نقسمها الاربعات ديال القطاع او الاربعات ديال الكويرات. كي ما كاتلاحظو معاين شكلهم هكا كويرات. وكلها كويرة غنغلفها في بلاستيك غدائي. او لا توضعوهم في داخل ديالشي بلاستيك هكا باش ما تنشفش لكم العاجين. راكم كاتعرفو دقيق الفينور اهو كي شرب بسرعة. ومباشرة غنبدأ في مرحلة ديالتشكيل. مباشرة غنوجد لطا ديال الفران اللي غنستعمل اما كتفرشو فيها ورق الزبدة. او اللي تدهنوها غير بالقليل من الزيت. كاتهزو الكويرة ديالكوم ديال العجين. وكاتجيبوا واحد المقس ديال الطبخ ديال المطبخ. وكاتبدا وتقطعو بهاد الطريقة هادي. طريقة هي سهلة بزاف من اسهل ما يكون. كاتبدا وغير تقطعوها كقطاع عشوائية. وفي نفس الوقت تحاولو تجيبوهم نفس القد ونفس الحجم. ما ديروش وحدة وحدين غلاد وحدين القاق. شوية بشوية كاتبقا وتبسطو في ديال الكويرة. ومن بعد كاتبطعو بهاد الطريقة هادي. وراهما كي تسقوش مع بعضياتهم يعني وخاك يطيحوها كعلى بعضياتهم راهما كي تسقوش هاد القريش لدي الفينو. يعني من يتقطعوه مع كاعد بدو تفرقو فيهم في اللطة. باش ما يجيوش وحدة على وحدة. ضروري تفرشو هما كام زيان في اللطة يجيو كل وحدة. شادة بلستها محتوطة بوحدها. ما يجيش شي فوق شي باش ملي يطيبو يتحمرو. يطيبو قد قد ما يجيش شي طايب محروق ولا شي باقي خضر. من بعد مسالية الكيميا كاملة كما كتلاحظو هاد اللطة الكبيرة عمرتها واللطة تانية يا راني ما زال كان نشكل فيها. هندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل وشاعل غير ملتحت. خليت لكم ذاك المقطع باش تسمعوه التقرميشة ديالهم كي يجيو مقارا وفي نفس الوقت رماشي قاصحين بالسف يعني راح الشاش. كي يجيو من السمين واحد الدافيهم رائعة وكي يجيو طايبين من الداخل. وكذلك حتى طريقة الطيابرها مهمة جدا يعني ضروري تطيبوهم على نار اللي هي مهيلة وتشعلو اليوم غير ملتحت. حتى كي يطيبو ويتحمرو من تحت ومن الفوق. يعني كي بدأ يدور عليهم تحمر. عدك الساعة تشعلو اليوم من الفوق. باش كي يتحمرو من الوجه ديالهم. خليهم يطيبو على خاطرهم. هرا كي يجيو من قرمشين والدالين بزاف. كانت من اخواتي داج بكم الفيديو ديال اليوم توصلوه الاكبر عدد من اللايكات. وتفرحوني بتعليق ديالكم طيبة. وان شاء الله انطلق بكم فيديو قادم. دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله.